أستاذ عصام أستاذ عصام أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا مولانا اتفضل يا أستاذ عصام الله يرضى عنكم الله يخليك يا دكتور عمرو إحنا فعلا أنت حضرتك بتناقش قضية فعلا يعني كبيرة جدا بنعيشها في حياتنا الأيام دي يا دكتور وهو صخط الأبناء على الأباء صحيح الله يخليك هو حضرتك يا بس يعني محتاجة يعني دروس في الحاجات دي زي ما حديك بتتكلم فيها كده بس برضو يعني أنا ما سمعت حضرتك هم طبعا مش سمعين حضرتك فلازم يحصل ندوات خاصة للموضوع ده لأن فعلا محتاجين فعلا من قرب من الولادنا لأن هم أماد الدولة في الأيام اللي جاية ومستهبة للدولة صحيح وأنا مبسوط خلينا بس خلينا مبسوط اللي أنت لمحت إحنا بنعمل كده لي لأن في الحقيقة أنا عندي كده حاجة اسمها الدوائر الدوائر المتدخل يعني انتماء أولادنا لأسارهم وبيوتهم هو اللي بيصنع انتماء أولادنا لبلده فإحنا دلوقتي عندنا مشكلة مشكلة إن أولادنا دلوقتي عندهم مشكلة والمشكلة ما هيش ما هيش زي ما أنا قلت كده حاجة ممكن نعديها والمشكلة بتتفاقم وبتزيد يعني أنا أقول لك مثلا من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل مشكلة دلوقتي هي زيادة ظاهرة استقلال الأولاد بمساكن خاصة عن أباء ومؤماته ودي حاجة شوية صعبة شوية صعبة ومش بقول إن إحنا نقيد الحريات بس بقول إن ده لما بيتزايد ومش بقول إن ده ممنوع ومش بتكلم عن القضايا الفقرية دلوقتي لما بتكلم حضركم الدوائر المتدخلة بتعمل إيه أستاذ حسام أنت لسه معي؟ أنا معاك يا دكتور أصلا يعني البعد عن الأباء ده خطأ في حد ذاته لأن الترابط للأسر بيفتقد هنا فخليني أسمع سؤالك أو أسمع أنت حضرتك لو بتشاركنا بس واجع حضرتك وتشاركنا إحساسنا بالخطر فإحنا ممتنين لده؟ ربنا يخليك يا دكتور ده أنتوا يعني أنتوا على رأسنا من فوق لأننا بنستفيد منكم ومشاكلنا بتتحل عن طريق حضرتك وأمثال حضرتك يا دكتور عمد الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا سيدي الله يعزك يا أستاذ الصام أنا شكرا لحضرتك على مدخلة حضرتك وإحنا في الحقيقة المسألة عندنا معيش وأنا متصور أننا فتحت ملف يعني أنا مش متصور أنا بتعامل مع القضايا الدينية تعامل مختلف شوي أنا بتكلم عن فيه حاجة اسمها احتياجات دينية غير ملباة وهي الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع الذي لابد أن تلب ولابد أن احنا نغير طريق التفكير لابد أن احنا نحول كل ما قاله صلى الله عليه وسلم وحدثنا به وأخبرنا به من جمال القرآن الكريم إلى آليات تحل وتفك وتقوم بتفكيك مشكلات المجتمع لأن احنا لو فضلنا على كده احنا المسألة القيم بتاعتنا بتتحلل وكمان عندنا الأسر بتتفكك فاحنا مش هنقدر نسكت على ده مش هنقدر نسكت على أولاد موجوعين وأباء موجوعين ونفضل نقول لهم اسبروا لا لازم نقول لهم ايه اللي ممكن يعملوه الأولاد لازم يكلموا الأباء والأباء يوسعوا صدرهم وبعد كده يتكلموا معاهم ويبتدوا حياة جديدة مع بعض الحكاية ما انتهتش ولو حد فيهم موجوع وجع أدى إلى بعض المشكلات يتعاونوا مع بعض لغاية ما ينتخلص منها فاحنا مش هنسيب المسألة كده وعلى فكرة احنا مع كل حياتنا حياتنا دي عند الله سبحانه وتعالى ايه يا شايا يذهبكم ويأتي بخلق جديد فاحنا ما عندناش فكرة ان دي نهاية الحياة أبدا البصيرة هي أول الحياة أول ما انا استبصر بحالي نبتدي حياة جديدة وما فيهاش مشكلة لو حد بيقول انا مش قادر نساعده لغاية ما يقدر يمشي خطوة خطوة على فكرة فيه ناس هيدخلوا الجنة حبوا حتى لو انت مش قادر اسحف لغاية ما تقدر لكن مش قادر مش قادر مش قادر وتفضل في هذه المأساة لا هنفضل وراك لغاية ما نساعدك ان انت تقدر مش هنسيبك عن ساعدك لأن احنا في الآخر خالص احنا في سفينة كلنا والسفينة دي مش هنسيبها مش هنسيبها تخرق ولا هنسيبها تغرق السفينة دي هي نعمة ربنا علينا في قصرنا بقصرنا وببلدنا احنا مش هنسيب السفينة فاحنا فاضلين فيها ونحاول ان احنا نغير فيها ان شاء الله نعم شكرا